تسببت الإصابة التي تعرض لها هشام بوسفيان مهازم نادي الوداذ الرياضي لكرة القدم خلال إحدى الحصص التدريبية في غيابها عن مباراة الديربي الأخير أمام الرجاء برسم مؤجل جولة السادسة من دوري الاحترافي والتي كان حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وكشفت مصادر مقربة من فريق الوداذ الرياضي أن المهاجم الشاب هشام بوسفيان كان مرشح للظهور للمرة الثانية هذا الموسم ضمن تشكيلة رسمية لفريق الوداذ في مباراة الديربي الرجاوي غير أن الإصابة حالت مدربه الحسين عموتة من الاعتماد على خدماته خلال المواجهة المذكورة وينتظر أن يغيب اللعب المذكور على المواجهة التي ستزمع الوداذ الرياضي بالمولودية الوجدية برسم الجول السابعة من البطولة وكان هشام بوسفيان قد وقع على مشاركته الأولى في صفوف الوداذ الرياضي خلال المواجهة التي جمعته الأسبوع الماضي بمضيفه اتحاد طنجة ودخل بديلاً لسينيغالي جونيور بولي سامبو في الدقيقة 80 من عمر المباراة يذكر أن الوداذ الرياضي تعاقد مع هشام بوسفيان خلال الميركات الصيف الماضي بموجب عقد يمتد لموسمين الرياضيين في صفقة انتقال حر قادماً من ملاغا الإسباني يواجه فريق الوداذ الرياضي مضيفه المولودية الوجدية يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والربع مساء بالملعب الشرفي بمدينة وجدة برسم الجول السابعة من البطولة وينتظر أن يعمل حسين عموتة مدرب فريق الوداذ الرياضي على بعض التغييرات على مستوى التشكيلة لفريق الوداذ الرياضي خلال هذه المواجهة وسيسير الطاقم التقني لفريق الوداذ الرياضي في اتجاه الاعتماد على بعض اللاعبين الاحتياطيين بعدما عانى بعض العناصر الأساسية من الإرهاق بسبب كثرة المباريات ويدرس المدرب الوداذي الحسين عموتة نهج سياسة تدوير اللاعبين خلال مواجهة الفريق الوجدي لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين للحفاظ على تنافسيتهم وكان الطاقم التقني لفريق الوداذ الرياضي قد برمج مباراة اعدادية يوم تلتاء بملعب مركب بن جلون أمام فريق شباب السوالم الرياضي إذ شارك الفريق الاحمر في هذه المواجهة بتشكيلة تتكون جلها من لاعبين الذين غابوا عن مباراة الديربي وفاز فيها فريق الوداذ الرياضي بنتيجة هدف نظيف استحضر الاتحاد افريقي لكلة القدم الكاف مشاركة وليد الكرتي اللاعب الحالي لفريق بياميدز المصري رفقة فريقها السابق الوداذ الرياضي في مسابقة دوري أبطال افريقيا وذكر الكاف متابعي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالفترة التي خاضها اللاعب الكرتي رفقة فريقه السابق الوداذ الرياضي وانشر الجهاز المذكور صورة اللاعب الكرتي بقميص فريق الوداذ الرياضي وطرح وعلق على الصورة بالقول ما هي اللحظة المفضلة لديك للنجم المغربي وقاد وليد الكرتي فريقها السابق الويداد الرياضي إلى التتويج بلقب دور أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأهل المصري واحد لسفر إيابا بعد التعادل واحد واحد في برج العرب بالقاهرة دعمت مدهية التحكيم المغربية قرارات لحكم الدول ردوان جيد الذي أدار غرفة الفار في مباراة الديربي التي أقيمت لأحد الماضي بين الويداد والرجاء وانتصر الويداد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في الجولة السادسة من البطولة وشهدت المباراة جدل تحكيمي امتد لما بعد نهاية اللقاء إذ أصدر الرجاء بيان رسمي احتج خلالها على أداء طاقم التحكيم الذي قاده الدولي سمير القزاز وتدخلت تقنية الفيديو لحسم خمس قرارات أثرت على نتيجة الديربي وذلك باحتساب هدف الويداد الرياضي وركلتين جزاء واحدة لكل فريق كما رفضت احتساب ركلتين جزاء إضافيتين طالب بهم الرجاء وخلال الجلسة الأسبوعية لمديرية التحكيم دافع الدوليين السابقان جمال الحرش ويحيى حذقة عن قرارات الحكمين رضوان جيد وسمير القزاز في الديربي وقال الحرش قرارات حكام الديربي كانت صائبة وموفقة فقد تدخل الفار بجرأة لاحتساب ركلت جزاء مبكرة للويداد الرياضي تبت لاحقا صحتها وأوضح وحين تدخل لعدم احتساب ركلت جزاء للرجاء في آخر الدقائق أظهرت اللقطة أنه كان موفق لأن قائد الويداد الرياضي لم يتعمد لمس الكرة التي كانت متجهة ليده لذلك القرارات وإن كانت حاسمة إلا أنها كانت صائبة وموفقة وكان سامير القزاز قد أضاف 17 دقيقة فوق الوقت الأصلي للمباراة بسبب كثرة التوقفات نتيجة تعمال زماهير للشهب النارية والشماريخ بكثرة فتشكل ضباب كتيف أعاقى الرؤية تحدث جلال الدودي متوسط ميدان فريق الويداد الرياضي عن البرنامج العلاجي الذي يخضع له في الوقت الحالي إثر إصابته في مباراة الريفرز يونيتد النيجيري بالتواء حاد على مستوى الكاحل مما سيغيبه عن الملاعب لفترة قد تصل لست أسابيع قال لاعب الويداد الرياضي في تصريحات للبطولة برنامج العلاج الدقيق يمضي بشكل جيد أنا على تواصل مع طبيب النادي الأحمر أنيس شاقو وكذلك أجري علاج بمدينة أكدير على يد أخصاء العلاج الطبي طارق الشبراوي الذي يواكب معي بكفاءة وخبرتها تفاصيل العلاج تحت إشراف طبيب الفريق وأضاف سعيد بالطبع بالنتائج التي يحققها فريقي الحالي آخرها الدفر بالديربي وكذا العبور لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا نحن كتلة واحدة ومجموعة متراصة ينوب أفرادها عن بعضهم البعض عند الإصابة أو أي طارق آخر كل اللاعبين لهم أدوار أساسية في الفريق أشتغل جاهدا للعودة لأجواء التباري في أقرب فرصة ولو أن الإصابة تتطلب أسابيع من الغياب لكنني عازم على العمل بوثيرة مرتفعة حتى أنضم لزملائي وأساهم بمجهودي في تحقيق الأهداف المرسومة وكانت داودي في الأسماء التي ساهمت الموسم المنصرم في حيازة الفريق الأحمر لتنائية البطولة ودور أبطال إفريقيا تحت قيادة الناخب الوطني وليد الرقراقي وضطر مدرب الكتيبة الحمراء حاليا للحسين عموتة إلى محاولة إجراء بعض التغييرات البشرية لسد الفراغ الذي خلفته إصابة الداودي وغيابه وهو ما أتى بأكله في المباريات الأخيرة التي حقق فيها الفريق نتائجة إيجابية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر